تمام كده المحاضرة آه تماما دكتورة صباح الخير عليكم جميعا وهنبدأ دلوقتي المحاضرة بتاعتنا في الهيمتولوجي هنتكلم على أن المفروض الهيمتولوجي عندنا في كذا سيكشن عندنا في سيكشن بتاع وده عندنا مقسوم نصين النص الاولاني هتدي هتدي انا اللي هو والنص التاني هتدي الدكتورة سوزان اللي هي طيب لما نتكلم على طبعا لازم نكون فاهمين الفيسيولوجي كويس جدا عشان نقدر نفهم الباثولوجي اللي عندنا ايه اول حاجة دي صور اللي ممكن تحصل في في حاجة اسمها برويزيس برويزيس يعني سابكوتينيا سبليدينج والصايز بتاع سابكوتينيا سبليدينج اكتر من واحد سانتي عندي بتيكي وده الصايز بتاع بيبقى قل من واحد ميلي ممكن هي موبسيز ممكن ييجي عندي ماسف هيمتومة ممكن ممكن اكستنسيف سيرجيكال موندي بليدينج ممكن ممكن هيمتومة زي الصور اللي انتو شايفينها دي كلها ممكن هيموارثروزيس ممكن ييجي اكستنسيف بتيكي زي ما احنا شايفين في الصورة دي تمام نعرف مع بعضينا ايه هو النورمال هيموستيزيس يعني ايه هيموستيزيس هيموستيزيس يعني بروسيس الجسم بيعملها عشان يعمل تمام ده بيحصل دي حاجة الفيسيولوجيكال بروسيس الهيموستيزيس واي حاجة بتعمل اختلال في الهيموستيزيس بينتج عنها يا اما بليدينج يا اما تمام يعني عشان يحصل عندي هيموستيزيس انا محتاجة كذا حاجة محتاجة اول حاجة جد بلود فيزل او فيزل وال انتجري تكون كويسة adequate number of platelet proper function of platelet adequate level of clotting factor proper function of fibrinolytic بسوي انا مش عارفة هاش راح بتقلب مع نفسها بس انا محتاجة كده يبقى عندي بلود فيزل كويس عندي platelet count كويس عندي good platelet function coagulation factor adequate amount والfunction بتاعت الفيبرينوليتك بسوي شغالة كويس وكل ده هنشرحه تباعا دلوقتي ازاي يحصل normal hemostasis الهيموستيزيس او اللي هو process of stopping of bleeding physiological process of stopping of bleeding بتحصل باربع ميكانيزم ميكانيزم الاولانية بيحصل phosoconstriction الميكانيزم التانية هيحصل formation of primary hemostatic platelet plug البروسيس التالتة ان انا عندي بيحصل formation of definite hemostatic plug رابع حاجة control of coagulation by starting phyprino license نبتدي باول واحدة منهم اللي هي phosoconstriction انا عندي حصل cut wound او injured blood vessel لما بتحصل injured blood vessel الجسم بيحاول ياخد ميكانيزم سريعة الميكانيزم السريعة دي عشان يقلل الجاب اللي حصلت فيه blood vessel فاول رد فعل السريع من الجسم ان انا يحصل vasoconstriction ال vasoconstriction هيقلل الجاب اللي موجودة في blood vessel زي ما انتم شايفين في الصورة كده فبالتالي يقلل فرصة مش هيمنعها بس على الاقل بيقللها ودي عن طريق ال smooth muscle اللي موجودة في blood vessel وده زي ما قلت الهدف منها انه يقلل الجاب دي ودي عشان يحصل vasoconstriction محتاج blood vasoconstrictors ال vasoconstrictors دي موجودة فين موجودة في الصب اندوسيليم اللي حصل في انجري اشهرها 5 hydroxy tryptamine او الهيستامين تمام حيب البروستيس التانية في الهيموستيزيس اللي هي formation of primary hemostatic plug primary يعني حاجة لسه اولية بخطوة بدائية او اولية من الجسم عشان يحصل ايه الهيموستيزيس يعني ايه البروستيس تمشي بصورة مضبوطة اول primary hemostatic plug دي بنسميها yani هي معتمدة على وجود الصفايح بالعدد والوظيفة الكافية الصور اللي احنا شايفينها هنا el discoid mass او discoid body الابيض ده اللي هو el platelet شايفين شكلها discoid ازاي discoid دي اللي هي el inactivated platelet او el platelet في el resting stage او el platelet وهي ماشي في circulation من غير اي blood injury blood vision injury شكلها كده once ان حصل injury في el platelet ال platelet بيحصل تيجي مع بعضها يحصل لها adhesion على vascular gap الصورة اللي انتو شايفينها دي ال gap هنا ده ال endothelium ودي ال vascular gap اللي موجودة هنا ادي البلت تبتدت تدخل من blood stream على area of gap هنا ويحصل لها adhesion مع بعضيها الصورة اللي جنبها اللي على اليمين البلت تبتدى يحصل لها adhesion وشايفين شكلها تغير ازاي من انها discoid اتحولت ل stilled shape او شكلها عامل زي ايه نجمة البحر او النجوم كده عشان يحصل adhesion بطريقة اسرع يبقى اول step عندي في primar hemostatik plug اللي هو el platelet adhesion يليها الخطوة التانية el platelet adhesion ده يعقبه حاجة تانية اسمها platelet activation وعشان يحصل platelet activation اللي هي عن طريق مادتين حاجة اسمها adenosine diposfat and thromboxane a2 ده el platelet activation ده الهدف منه ان يحصل more platelet adhesion نرجع للصورة اللي قبلها el platelet وانس ان حصلها activation شكلها اتغير بقى stilled shape يعني قادي el platelet جات عشان يحصلها adhesion على ال vasculer gap وبعد كده حصلها activation شكلها بقى stilled لما شكلها بقى stilled ابتدى يحصل more platelet adhesion يبقى platelet adhesion platelet activation to allow more platelet adhesion يبقى الactivation بيؤدي الى more adhesion تمام الخطوة اللي بعد كده el platelet aggregation تتجمع مع بعضيها el platelet كده مع بعضيها وتتداخل في بعضيها وشايفين لما تدخلت مع بعضيها في الصورة هنا حصل ايه ان ال vasculer gap تقريبا شبهة قفلت مع بعضيها تمام لما قفلت مع بعضيها كده ادي شكل ال platelet اللي تم تجمعت في area of vascular gap قفلتلي مادئيا لكن ال primary hemostatic block دي حاجة soft قوي ومشي stable بمعنى ايه لو عندي high shearing force من el blood stream لو el blood stream ماشي بقوة دفع زيادة شوية el blood d دي هشة ممكن تتشل من مكانها فبالتالي ال injured endothelium بقى exposed تاني وفي نفس الوقت البلت اللي هتمشي دي ممكن تستل في اي حتة تعمل لي مشكلة تمام يبقى الجسم مضطر ان هو ياخد action تاني ان هي primary hemostatic plug او primary blood clout اللي تكونت دي لازم اعملها stabilization اخليها more stable more stable يعني ازاي انا اعمل شبكة من الفيبرين حواليها الشبكة دي تخلي البلتلت ايه blood اللي تكونت دي stable وسبتة في مكانها طيب امال الشبكة بتاعت الفيبرين دي هتتكون ازاي عشان تتكون الشبكة بتاعت الفيبرين محتاجة ابدأ start coagulation cascade coagulation cascade ده بيؤدي في الحاجة النهائية زي ما هنقول بعد شوية ان هي يتكون لي شبكة من الفيبرين تدخل فيها primary homostatic plug to be more stable زي ايه زي اللي بيعمل محارة اللي بيعمل محارة بيعمل شبكة من الاسلاك الاول وبعد كده بيحط فيها اسمنت عشان يقفل الشبكة دي فتو بامور stable الاسمنت ده اللي هو primary homostatic plug وشبكة المحارة اللي حطها الشبكة اللي فردها الراجل اللي بيمحر ده اللي هي الفيبرين network او الفيبرين مش work اللي تكونت عشان تعملي secondary homostatic plug وبقى أرجع with the primary homostatic plug is converted to definite homostatic plug by the process of clot formation via starting coagulation cascade and release of tissue factor from the injured endothelium هنتكلم دلوقتي بقى على coagulation cascade طيب قبل ما اتكلم على coagulation cascade البروزيس بتاعت البلت aggregation وadhesion وactivation دي لو فضلت مستمرية الجسم هيعمل يفضل تكون primary homostatic plug كتير 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 تدخلي في أي حتة تعملي coagulopacy فلازم اوقف انا عملت primary plug يبقى لازم اوقف كيف هيك انا مش عايزة غير only one plated plug تكونت في الاريا دي لو البروزيس لسه شغالة والجسم بيجي له اشارات انه يعمل more primary homostatic plugs انا لازم اوقف الاشارات دي فالجسم يبتدي يفرز مادة اسمها brustacycline الbrustacycline دي بتطلع منين من الصب اندوسيليم بتعملي زي الbrustacycline ده بيعملي prevent further plated aggregation عن طريق keeping plug localized يعني يخليها في مكانها بس مش محتاجة ان انا اعمل حاجة تاني تمام طيب نبتدي في المرحلة بتاعتها secondary homostatic plug او stable homostatic plug دي بعملها ازاي عن طريق activation of coagulation pathway ادي الcoagulation pathway هنتكلم عنه في الcoagulation pathway عندي في حاجتين في عندي intrinsic pathway وإكستراني بسوي انتوا اكيد الكلام ده خدتوه في الفيسيولوج بس احنا هنرجو مع بعضينا الانتراني بسوي ده هو بيمثل 85% من الcoagulation cascade يعني هو المين تمام البرسيس الاساسية والإكستراني طيب انا اسفة معلش الاكستراني بسوي هو اللي بيمثل 85% والانتراني بيمثل 15% الاكستراني بسوي ده سريعا هنقوله وبع كده هنقف عند كل نقطة بالتفصيل عندي حاجة بتطلع اسمها تيشو ثرومبو بلاستين او بيسميها تيشو فاكتور بيعمل لي ايه بيحول لي فاكتور سبعة لأكتيفيت اكتيفيت فاكتور سبعة نمشي مع السهم كده هيعمل لي اكتيفيشن لفاكتور عشر فاكتور عشر في وجود فاكتور خمسة هيحول لي البروثرومبين ده ثرومبين تمام الثرومبين بيحول الفايبرينوجين الفايبرين اللي هيعمل الفايبرين نتورك يبقى ده كده الاكستراني بسوي اللي بيمثل 85% نيجي اللي موجود في السيركوليشن بيعمل بيأكتيفيت فاكتور اتناشر اكتيفيت فاكتور اتناشر بيأكتيفيت فاكتور حداشر فاكتور حداشر بيأكتيفيت فاكتور تسعة فاكتور تسعة في وجود فاكتور تمانية بيعملي اكتيفيشن لفاكتور عشرة تمام فاكتور عشرة في وجود فاكتور خمسة بيحولي thrombin to thrombin. thrombin بيحول fibrinogen لfibrin. يبقى أنا عندي intrinsic والextrinsic pathway بيلتقوا عندي activation of factor 10. يبقى أنا عندي بداية من factor 10. ده بنسميه common pathway. يبقى أنا الcoagulation cascade عندي في extrinsic pathway بيمثل 85% intrinsic pathway بيمثل 15%. الاتنين بيصبوا في حاجة اسمعها common pathway اللي بيبتدي بactivated factor 10. اللي ينتهي كل ده إن أنا يحولي للfibrinogen لفibrin. طيب نبتدي أول حاجة extrinsic pathway اللي أنا بيقول إنه بيمثل 85% من الcoagulation cascade. بتبتدي الحكاية أو الحدوتة بتاعتنا بإيه؟ cut wound بيحصل cut wound يعني بيحصل tissue injury tissue injury بيحصل عندي release مادة اسمها tissue factor ودي بتطلع منين من injured endothelium. ده tissue factor. ال tissue factor وجوده يدور على مين؟ يدور على factor 7. أدي factor 7 أهو. يتحد tissue factor مع factor 7 يعمل لحاجة اسمها activated factor 7 اللي احنا شايفينه. ده الاتحاد بتاعهم بيبقى شكله كده. طيب ولما اتحدوا مع بعض يعملوا إيه؟ activated factor 7 يمسك في factor 10 يحوله لي activated factor 10. خلاص يبقى تاني. extrinsic pathway بيبتدي بإنجلي في endothelium يحصل release لحاجة اسمها tissue factor أو tissue thromboplastin tissue factor ده يتحد مع factor 7 يحوله لي activated factor 7. activated factor 7 هيحول لي factor 10 إلى activated factor 10 وهنا ده بيدشن command busway. ده على صعيد extrinsic pathway. نيجي لل intrinsic pathway. الكولوجين اللي ماشي في circulation هيدور على factor 12 يحوله لي activated factor 12. activated factor 12 يحول لي factor 11 activated factor 11. activated factor 11 يعملي activation factor 9. يبقى انا عندي 12 هي activate factor 9. طيب 9 ادي factor 9 اهو. activated factor 9 في وجود factor 8 اللي لونه موف ده هي activate factor 10. يبقى اتناشر اكتفيت 11 11 activate 9. 9 في وجود 8 هي activate 10. وصلنا المرحلة ادي على الشمال extrinsic pathway وعلى اليمين intrinsic pathway انتهوا في النهاية ان انا عندي activated factor 10. ال activated factor 10 في وجود activated factor 5 يعمل لي ايه? يجيب البروثرومبين. خلاص? ادي يتحد مع البروثرومبين يحولي البروثرومبين لي ايه? لثرومبين. اللي تكلمنا عنه في الكاسكيد اللي شرحناه والالجوريزم اللي قلناه في الاول. طب الثرومبين اللي طلع ده هيحصل ايه? الثرومبين ده. وانت صنع حصل اكتفيتشن لفاكتور 10. ويتاح حول البروثرومبين لثرومبين. بيحصل عندي حاجة اسمها ثرومبين بيرست. شلال من الثرومبين بيمشي في السيركوليشن. يروح فين الثرومبين ده? يروح نحية ما البلتل. اكتفيت البلتل اللي احنا شايفينها على الناحية اليمين كده. يمسك فيها يبتدي حول الفايبرينوجين الى فيبرين. ادي الثرومبين اللي لونه موف. وده يمسك في الفايبرينوجين. الفايبرينوجين ده اللي هو العاملة زي الموف اه بيج في بني ده. يحول هو لي الى فيبرين. ده كده الفايبرين. يبقى الفايبرينوجين اللي هو كان بني في بيج تحول لفايبرين اللي هو لونه بيج ده. الفايبرين ده يبتدي يعمل لي شبكة. اه دي الاسلاك بتاعت الشبكة اه دي عبارة عن فيبرين. تمام? وشايفين الباضز اللي هي السودو باضز اللي قدامي دي ده البلتلت. الموضوع انتهى في الاخر انا اتلونت عندي فايبرين نتورك. لكن هنا عندي حاجة. الفايبرين ده سوليابل. ووتر سوليابل. يعني لو مشي في سيركوليشن شوية. ممكن شوية بروتيوليتك انزيمز موجودة. تحاول تدوي بهوليو. انا ما عملتش حاجة. لازم يحصل ستابليزيشن الفايبرين ده. يحولهولي من حاجة سوليابل لحاجة انسوليابل. دي مهمة مين? مهمة فاكتور 13. فاكتور 13 يمشي في السيركوليشن يحولي الفايث سوليابل ثرومبين. بيعملوا حاجة اسمها بوليمريزيشن. اللي حولهولي انسوليابل نتورك. تمام? ملخص اللي احنا قلناه. ان انا عندي انترينسيك واكترينسيك باثوي. الاكترينسيك باثوي التشو فاكتور اللي هو رقم 3 بيحولي فاكتور 7 الاكتيفيتد. تمام? طيب. والانترينسيك باثوي 12 بيتحول الاكتيفيتد 12 عن طريق الكولاجين. اكتيفيتد 12 بي اكتيفيت 11 يحولولي اكتيفيتد 11. تمام? اكتيفيتد 11 يحولي 9 الاكتيفيتد 9. اكتيفيتد 9 في وجود 8 كلهم اكتيفيت 10. وده يبدأ هنا معايا الكومان باثوي. اكتيفيتد 10 في وجود اكتيفيتد 5 يحولي البرثرومب النترومبين. الترومبين يحولي الفايبرينجن الفايبرين. يدخل بعدها فاكتور 13 اللي مش موجود في الباثوي ده. يحول الفايبرين اللي هي طيب بعد اللي احنا قلنا ده ازاي اشخص ايه هو الابروتش بتاعي لحالة مفروض ببتدي اخد هستوري وزي ما قلت في الراوند من فترة كان مش عارفة كان امتى اول مبارح اول مبارح قلت الدكتور الكويس هو اللي بيعرف فيها قد هستوري كويس ممكن الكلينيكا الاجزانيشن بالخبرة تاخده بالممارسة تاخده لكن الهستوري دي سكيلز محتاجة انت تنميها عندك فهبتدي انا عندي طفل جاي بينزف هاخد هستوري هسأل عنيه اول حاجة الاجفونسة الطفل اللي جاي ده نيونيت ولا تودلر ولا دوليسن تاني حاجة الفاميلي هستوري في حد عندنا في العيلة بينزف تاني واللي بينزف ده ميل ولا في ميل تمام الهستوري قبل كده هسأله عمل عمليات قبل كده او كان فيه دينتل بروسيدجر قبل كده يعني ليه لانه اكيد لو هو عنده انهيرتد بليدينج ديسوردر لو عمل عملية او دينتل بروسيدجر هيحصل منها بليدينج فيه سيستيميك دوسوردر عنه هل عنده مريض كبد فبالتالي عنده بليدينج دوسوردر نتيجة الكبد المشكلة المشكلة الهيباتيك فيلير اللي معاه بياخد أدوية معينة بتزويد البليدينج تندنسي هل بياخد انيوجول باترن في حاجة كده غريبة حصلت معاه البليدينج ده هل هو ميوكس ميمبرين بليدينج ولا سكين بليدينج ولا هامروج اكتف ولا بليدينج ان في مصر في جوينت او سكارينج وديليد هامروج او يعني ديليد سكار فورميشن بيحصل هامروج من ايه السكار فورميشن سايت ابتدي اسقى ابتدي هطلب دياء الهيستوري عملت اجزامينيشن الموضوع بسيط جدا ان انا شايفة سايت اوف بليدينج قدامي لكن طبعا لازم بعمل فول سيستيميك اجزاميشن شستو هارت وابدومنال اجزاميشن كويس جدا هطلب برثرومبين تايم هطلب بارشل ثرومبوبلاستين تايم هطلب ثرومبين تايم ايه الكلام الكبير اللي ملوش لازمة ده هنعرف كل واحد منهم البليتلت كاونت و البليدينج تايم دولة بيأسس البليتلت فيز اللي هي ايه اللي حصل فيها في برايماري هي مستاتيك بلاج اللي حصل فيها بليتلت اجزاميشن واكتيفاشن و بليتلت ادهيجن كل دي بيمثلها ان انا بشوف في البلاتلت كاونت والبليدينج تايم تمام؟ طيب الكواجبليشن فاكتور بورترومبين تايم والاكتيفيتد بارشا ثرومبين تايم وثرومبين تايم والفايبرينوجين ريفل كل ده بيأسس الكواجبليشن في فيز اللي هي إيه الساكن دليه مستطف بلاج فورميشن نبدأ بالبليتلت أول حاجة البليتلت كاونت هو النورمال البليتلت كاونت من 150 إلى 400 ألف لكن ريسنت لي بيقولك البليتلت كاونت من 100 ألف تعتبر ratic أقل من 100 ألف بقول ثرومبوسايتوبينيا ميلد من ثرومبوسايتوبينيا من 50 إلى 100 ميلد ثرومبوسايتوبينيا أقل من 50 سيفير ثرومبوسايتوبينيا ده البليدينج البليتلت كاونت البليتلت كاونت والبليدينج تايم لازم يتخzu لو أنا عندي البليتلت كاونت مستде been done in suspected bleeding disorder البليدينج تايم ده إيه أهميته بيأسس البرائمري هستاتيك دفيكت اللي احنا قلناها سواء vascular wool أو platelet وده بيعتمد على وجود platelet count كويس و platelet شغالة كويس يعني good platelet function و normal bleeding time من 4 إلى 8 منت خلي بالكم الأرقام دي كويس جدا لأنها بتنزل mcq تمام طيب ده bleeding time مع platelet count طيب نيجي للبروترومبن time البروترومبن time ده بيأسس activity of extrinsic busway extrinsic busway ده اللي احنا قلنا عليه اللي بيبتدي بتشوفاكتر وبعد كده فاكتر سبعة وسبعة بيأكتيفيت عشرة وعشرة في وجود خمسة بيحولي البروترومبن لترومبين وطيب من بداية سبعة لغاية عشرة ده بنسميها الاكسترينسيك busway ده بنأسسه عن طريق البروترومبن time طيب وده sensitive factor كام خمسة وسبعة وعشرة اللي هم بتوع الاكسترينسيك busway طيب و less sensitivity factor 1 و2 لأن 1 و2 ده دخلوا في الكم من busway والnormal bleeding بروترومبن time كام من 11 إلى 14 سكن ويقول لكم اخدوا بالكم الارقام دي كويس جدا بتنزل في الـ MCQ ده البروترومبن time ثالث حاجة ايه الحاجات اللي ممكن تأثر على البروترومبن time يعني انا لما عمل بروترومبن time ولا ايه برولونجد ممكن يكون ايه deficiency factor سبعة أو تسعة أو خمسة أو واحد أو اتنين دول اللي هما بسمين vitamin key dependent factor تمام الvitamin key deficiency لو طفل عنده vitamin key deficiency بيحصل عندي بروترومبن time بيبقى برولونجد لو العنده عنده chronic liver disease هلأ البروترومبن time برولونجد لو العنده بياخد oral anticoagelant زي الماريفان او الحاجات اللي زي دي ده بيبقى عندي البروترومبن time برولونجد يبقى انا لما اعمل لعيان تحليل بروترومبن time ولا ايه برولونجد اكتر من 14 افكر في الاسباب دي deficiency factor vitamin key deficiency liver disease oral anticoagelant ده البروترومبن time تاني حاجة الابت او الاختيفيت برشا ثرومببن وده بري بيريفلكت الاكتيفيت بتاعة الانترينسيك باسوي وزي ما قلنا انترينسيك باسوي يبقى انا عندي change factor كام 12 11 9 8 تمام وبرضو لو لعنده بياخد hebran او بياخد عنده anticoagelant circulating anticoagelant هيعلم معايا الاكتيفيت برشا ثرومبو بلاسين time ولو يبقى فيه عندي برولونجد ABTT معناها ان انا عندي فيه مشكلة في الانترينسيك باسوي النورمال اكتيفيت برشا ثرومبو بلاسين time كام من 25 ل40 ولما ييجي MSQ يقول لك ايه هو الكوزس او برولونجد ABTT يقم deficiency factor 8 اللي هي الهيموفيلية ايه اللي هنتكلم عليها بعد شوية deficiency factor 9 اللي عنده hebran therapy بياخد hebran circulating anticoagelant عنده antipodals للcoagulation factor فبتد يبقى فيه anticoagulants عندي liver disease طيب تالت واحد او رابع واحد في الابراتور الابراتور اوالويشن ثرومبين وده بيأسس الفاينال step of coagulation اللي هي وده ملوش علاقة بالإكسترينسيك ولا الانترينسيك بسوية والنورمال بتاعه من 15 ل19 سكن تمام ايه الحاجات اللي بتعمل برولونجد ثرومبين تايم اول حاجة الافايبرينوجينيميا او الهايبوفايبرينوجينيميا او الديس فايبرينوجينيميا او liver disease او hebran therapy يعني ايه يعني ثرومبين تايم ده مرتبط بالstabilization of fibrin ده ملخص الجدول بلخص فيه كل الكلام اللي انا قلته ده يعني تبصوا فيه كويس قوي ده بتجميع كويس جدا طيب هرجع تاني اقول طيب ايه الحاجات اللي تعمل ده احنا قلنا عندي فيه فيه وفيه وفيه coagulation factor phase وعندي دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها فبالتالي اي مشكلة في الثلاثة او الاربعة دولة هيحصل عندي bleeding disorder الفascular phase pleated disorder factor deficiency او other disorders الفactor deficiency اللي انا هتكلم عنها لانا انا قلتلك في بداية المحاضرة ان الجزء بتاع البليت هتشرح الدكتورة سوزان نبتدي coagulation factor deficiency اما congenital deficiency زي همو فيه A and B von velibrand disease لو العين ده بياخد under protection يعني ايه يعني العين ده جسمه بيكون اجسام مضادة للفactor للفا ال coagulation factor فبالتالي بيكسرها جوه الجسم increased consumption عين ده بينزف بغزارة في حدثة في massive bleeding فبيحصل consumption coagulation factor او drug induced العين ده بياخد ادوية anti coagulant زي الhyبرين او الwarfarin كل ده هعمل لي factor deficiency نبص للدائرة الاولانية في الدوائر المتدخلة دي congenital coagulation factor deficiency احنا قسمناهم لإيه هيموفيليا A and B von velibrand factor disease other الهيموفيليا A and B بتمثل لي 85% الهيموفيليا A بتمثل 85% من congenital coagulation factor deficiency الهيموفيليا B بتمثل لي 10% البقين دولة سواء von velibrand او other factor بيمثل لي 5% تمام يبقى انا عندي حاجة بتمثل 85% وحاجة 10% والبقين كلهم 5% ده بالنسبة للcongenital إنما acquired drug induced مالوش نسب على حسب المشكلة اللي عندي تمام هيموفيليا بالنسبة للانتيبوتز اللي بتطلع دي يعني بتقدر ضد الانترينسيك بسوي بس يعني ما فيش انتيبوتز ضد الحاجة اللي في الانترينسيك مثلا لا وارد طبعا بص الانتيبوتز دي قصة كبيرة جدا انت جسمك حصل فيه اختلال في المناعة ابتدى يكون انتيبوتز ممكن الجسم يكون انتيبوتز لأي حاجة جواه تمام يعني عندك عيان عند الجسم بيكون انتيبوتز ممكن لسبعة ممكن لتسعة ممكن لعشرة ممكن لتمانية مش مختصرة على الانترينسيك بسوي لا ممكن تاخد اي واحد من الكواجلشان فاكتور تمام تمام حالة تاني سؤال تاني بالنسبة للنسب يعني لما خدنا في النسب كانوا بيقولوا الفون في البراندزيز ده المست كومن ان هو يعني البنت مثلا على 14-15 سنة او يعني سن البلوغ ده يبتلي يكون عندها المنوراجي تمام انا هقول لك المست كومن كواجلشان انهيت هو الفون في البراندزيز مش كواجلشان فاكتور عشان الفون في البراند فاكتور ده حاجة اسمها مولتي ميرك بروتين موجود في الجسم بيحمل عليه فاكتور ثمانية تمام فبالتالي هو مش من ضمن الكواجلشان فاكتور احنا متكلم على الكونجينيتال الكواجلشان فاكتور ديفيشنزي يمكن الفونفل براند ده بتحط الكاتيجوري لوحدها. لكن احنا لو بتكلم على احنا التقسيم اللي انتو شايفينها دي. خمسة وتمانين في المية هيموفيليا ايه? عشرة في المية هيموفيليا بيه. باقي الفاكتورز كلها خمسة في المية. خط الفونفل براند ده كاتيجوري لوحدية. لانه هو مش كواجليشن فاكتور. تمام? تمام. ايه. نبتدي بالفاكتور common factor deficiency. هيموفيليا ايه بتزي ما انا بقول اللي منسميها كلاسيك هيموفيليا بتمثل خمسة من ثمانين لخمسة وتمانين في المية او هيموفيليا او هقول كونجينتال كواجليشن فاكتور ديفيشنسي. وده بتحصل نتيجة ديفيشنسي فاكتور تمانية. وده باكتشفها بازاي? انا لما بعمل lab result بلاقي البرولونجة بي تي تي معايا. هيموفيليا بيه اللي كانت زمان بيسموها كريسماس ديزيز بتمثل من عشرة لخمستاشر في المية او هيموفيليا. تمام? وده نتيجة كونجينتال فاكتور ناين ديفيشنسي والlab test بلاقيها البرولونجة بي تي تي. تمام؟ طيب. حاجة مهمة جدا الفون في البراند ديزيز ده ديفيشنز فون في البراند فاكتور عند اماونت فاكتور تمانية. وهنا برجع اكد ان الفون والبراند فاكتور ده عبارة عن مالتي ميرك بروتين موجود في الجسم بيعمل كذا وظيفة. الوظيفة الاولانية انه بيحمل او كارير لفاكتور تمانية بيمنع بيحصل down regulation او تكسير لفاكتور تمانية. تمام؟ الحاجة التانية ان الفون والبراند فاكتور ده بيعمل ايه? بيعمل ادهيجن البليتلت اه اه مبين الفايبرينوجين وما بين الفيز الوول. يعني حاجة كده بتربط الفيز الوول والفايبرينوجين والبليتلت. بتربط بينها. بيجي عند الarea of endothelium بيقف كده. بيعمل ادهيجن البليتلت على الفيز الوول وفي نفس الوقت يمسك في الفايبرين نتورك. حاجة كمنا من ضمن ايه? الهيموستاتيك ميكانيزم. تمام؟ طيب اقول لكم برضو حاجة بنسبة الفون والبراند ديزيز ان انا ممكن الفون والبراند ديزيز الاقي معايا البيت تي عندي نورمان مش 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 برولونجد. وده بيعتمد على نسبة فاكتور تمانية في السيركوليشن كام? لو فاكتور تمانية في السيركوليشن نسبة بتاعته نسبة تحت التلاتين في المية يبقى هيحصل عندي في وجوه وانا عندي فون والبراند ديزيز هلاقي البيت تي برولونجد. لكن لو فاكتور تمانية ليفل موجود اكتر من آآ من آآ من 30 في المية ممكن ألاقي فون والبراند ديزيز وز نورمال بيتي تي. تمام؟ طيب نيجي للهيموفيليا. معلش نركز في الجدول ده شوية. الجدول ده انا عندي هيموفيليا A وB ولفون والبراند ديزيز بقارن بينهم. انا عندي هيموفيليا A وهيموفيليا B ده X-linked disease يعني بيحصل في الميل. ومال ممكن يحصل في الفيميل? لا الفيميل بتبقى كارير. ممكن يحصل في الفيميل في حالة واحدة بس لو عندها Ek crosuresum يعني واحد متو X chromosome والسطفة العجيبة الـ X الثاني عندي فيه مشكلة. فبالتالي ممكن ده يحصل في الميل. انما هو علي بيحصل في الميل. الفون والبراند ديزيز ده autosomal dominant. تمام؟ ممكن في بعض الـ rare types منه تبقى autosomal resistive لكن هو autosomal dominant. الـ bleeding site في الهيموفيليا A أو BNZ بعض. بيحصل في المصر والجوينت. تمام؟ لكن الفون والبراند بيحصل في mucosal bleeding mucos number bleeding skin menstrual bleeding. زي ما انت بتقول كده يا دكتور منوراجي. طيب الـ brothrombin time في التلاتة سواء الهيموفيليا A أو الهيموفيليا B أو الفون والبراند نورمال. ليه? لأن احنا قلنا الـ brothrombin time ده مرتبط بالإكسترنسيك باسوي وسواء 8 أو 9 أو الفون والبراند مش موجودون في الإكسترنسيك باسوي دولا موجودين في الإنترنسيك. الاكتيفيت برشا ثرومبو بلسسن time. برولونجد في الهيموفيليا A أو B. وزي ما انا قلت ممكن برولونجد or normal في الفون والبراند ديزيز. وده بيعتمد على نسبة فكتور 8 في السيركوليشن كام. الـ bleeding time عندي بيبقى normal في هيموفيليا A وفي هيموفيليا بيه. لكن ممكن يبقى لو في الفون والبراند prolongد سوري في الفون والبراند لو هو مرتبط بالبليتل اجريجيشن أو اديجيجيشن فكتور 8 في الـ coaggression هنا بيبقى عندي في الهيموفيليا A لو في الفون والبراند لو or normal لأنه هو carrier لفكتور 8 لكن فكتور 9 طبعا لما عمل assessment لفكتور 8 هلاقيه normal فكتور فون والبراند فكتور لما عمله في حالة الهيموفيليا A هلاقيه normal في الهيموفيليا بيها هلاقيه normal لكن في الفون والبراند ديزيز هلاقيه low activity of فون والبراند فكتور هلاقيه normal في الهيموفيليا A و B لكن لو في الفون والبراند ديزيز فكتور 9 هيبقى لو في هيموفيليا B لكن normal في الفون في البراند وهيموفيليا A الـ platelet aggregation هلاقيه normal عندي في في الثلاثة موجودين عندي سواء في الهيموفيليا A أو الهيموفيليا B أو الفون والبراند والجدول ده مهم جدا يا جماعة ياريت نركز فيه كويس طيب ايه الـ other disorders نسبنا من الكلام ده معليش هعديه لانه مش هو صميم الكلام اللي بتكلم فيه انا هتكلم على هيموفيليا A and B هيموفيليا A اللي بتمثيه لي 85% دي X-linked resistive disease وده نتيجة decreased functional brocoagland factor 8 مستوى factor 8 عندي في circulation L وهنقول النسب هيئل لقدي هيموفيليا B بتمثل 10% وبرضو X-linked وده decreased level of factor 9 في circulation وكان الزمان بسموها christmas disease أو christmas factor تمام طيب الانسدنس بتاع الهيموفيليا A and B هم متشابهين في كل حاجة إلا في نسب الفاكتور تمام يعني النسب بتاعته سبتة في كل شعوب مالوش racial incidence تمام سواء هيموفيليا A or B طيب العيان اللي عند هيموفيليا A أو B هيجيلي ايه الأعراض اللي هيجيلي بيها زي الصورة اللي احنا شايفينها ممكن نجيلي ب hemoarthrosis the common site of bleeding في الهيموفيليas intramuscular hematoma hematuria mucous membrane bleeding or hemorrhage dental gastrointestinal bleeding intracranial hemorrhage or internal organ bleeding يعني باختصار هيجيلي بي bleeding bleeding فين الله أعلم في حاجات كومة نيجي فيها زي الجوينس المصل في حاجات rare نيجي فيها زي ال intracranial bleeding تمام إنما وارد حدوث أي واحد منهم لأن أنا عندي bleeding tendency طيب الهيموفيليا بنقسمها according to the severity وده مهم جدا إن أنا عندي أكتر من 30% بقول عندي الفاكتور level normal تمام فمعليش أنا عندي هي دي مش 25 دي 30 أقل من 30 من 30 لخمسة في المية بقول عليها mild hemophilia من خمسة لواحد في المية مدرت hemophilia أقل من واحد في المية severe hemophilia يبقى according to the percentage of factor level سواء فاكتور 8 أو 9 إذا كانت هي hemophilia A أو B بقول عليها mild لو النسبة من خمسة أقل من 30 لغاية 5 دي mild من خمسة لواحد مدرت severe less than 1% تمام طيب عرفت أننا العين ده هيجيلي إيه بي bleeding وهيجيلي بي prolonged activated partial thrombolustin time ولما أعمل factor assay هلاقي factor 8 أو 9 نسبة بتاعته أقل من 30% ولما هلاقيها أقل من 30% هبتدي أعمل لها severity classification هل هي mild ولا moderate أو severe أقل من 30 لغاية 5 بقول عليها mild من خمسة لواحد مدرت وأقل من 1% severe خلاص عرفت أننا عندي hemophilia أو بي هنبتدي نعالج نعالج إيه أنا عندي حاجة نقصة في الجسم تمام الفكتور level عندي low فبالتالي هعوض أننا هدي هزود الجسم بالفكتور النقص فالتريتمنت بتاعي الأساس في التريتمن أننا factor replacement therapy خلاص وthe factor replacement therapy is the main three of hemophilia treatment هو العلاج الأساسي في الhemophilia أننا add factor replacement the degree of factor correction is required to achieve hemostasis is largely determined by the site and the nature of bleeding يعني إيه يعني العيان اللي معاسة بكوتينيا سبليدنج بيحتاج جرعة فكتور قليلة بالمقارنة بواحد عنده surgical wound bleeding أو العيان اللي عنده hemoarthrosis يبقى the degree بتاعت the correction بتاعتمد أنا بدي النسبة قد إيه على حسب the site and the nature of bleeding طيب طريقة طريقة إعطاء الفاكتور replacement سيرا بإيه يعني إما بتضي بطريقة اسمها prophylactic أو the on demand أو اللي هي الكيروعة prophylactic يعني إيه يعني أنا بزود الجسم سواء بينزف أو ما بينزفش بنسبة من الفاكتور to maintain adequate quality of life يعني العيان ده مش بينزفوا الحاجة بس أنا بتضي له من جرعة لجرعتين كل أسبوع below dose من الفاكتور أو الحد الأدنى من الوظائف اللي يقدر يعمل هيقدر يطلع السلم يقدر يمشي يجري لكن مش مثلا يلعب كورة أو يعمل aggressive sport ليها to maintain adequate quality of life تمام وإحنا دائما prophylactic therapy بديه في حالات السفير عشان أضمن العين ده ما ينزفش معايا تمام وعلى فكرة اتداء من 20-20-22 الguide lines قالت إن main line of treatment اللي هو prophylactic لكن أنا ما بقعارفة إن أنا البروفيلاكسس ده دلوقتي بنيديلي cellular type لكن هو حاليا المain type of treatment النوع التاني من replacement therapy بسميه on demand therapy يعني on demand therapy يعني العين جايلي بينزف فبالتالي بديله factor أوصل factor level لمستوى يوقف النزيف ده the degree of factor correction required to achieve hemostasis محتاجة إن أنا أوقف به النزيف وعلى فكرة بينزل MSQ on demand therapy means كذا prophylactic therapy means كذا تمام يبقى زي ما قلت من شوية طيب في حاجات تاني complementary treatment في حالات الهيموفيليا بديه اللي هو ديزمو بريسين أرجينين تمام ده بديه بيعمل ايه ده في حالات الهيموفيليا المايلد طيب ما بيتاخدش في سيفير طيب وانا عاملالكو الخط هنا بالأحمر عشان تبقوا عارفين انه وبينزل MSQ ديزمو بريسين is given in مايلد ولا مدرة سيفير هيموفيليا بيتاخد في المايلد طيب طيب هو بيعمل ايه بيعمل ايه increase البلازما فاكتور 8 من 225 من ضعفين لخمس أضعاف تمام طيب الجرعة بتاعت الديزمو بريسين دي ايه لو وزن الطفل اكتر من 50 بدي 150 مايكرو جرام وان ميتر دوز تمام والbody weight اقل من 50 انا اكتر من 150 بدي 300 مايكرو جرام تمام وده بتاخد بالنيزل انترانيزل مش بتاخد سابوتينياس ولا أورال بتاخد انترانيزل ده بالنسبة للديزمو بريسين طيب تاني حاجة في التريتمنت يبعرفنا معلش دي هنه صلاح هبعطها لكم في المحاضرة هبعطها الدخول عبدالعزيز وهديها لكم اقل من 50 بدي 150 مايكرو جرام انترانيزل اكتر من 50 بدي 300 الحاجة التانية انتي فايبرينوليتك تريتمنت اللي هو الابسلون امين كابرويك اصد او ترانيجزيميك اصد ده بيحصل حاجة بيقلل الفايبرينولايس اللي بيحصل فبالتالي بيمنتين الفاكتور ليفل كويس تمام الانتي فايبرينوليتك ثرابي تدوس بتاعته من 20 ل25 ميليجرام بيركي جي لكن لو اتاخد انترافينة سيتاخد على 10 ميليجرام بيركي جي ده مهم جدا اه مالجمينت اوف انهيبتور انا الفاكتور تمانية او تسعة زي وزي اي بروتين موجود في الجسم ممكن تكون له اجسام مضادة الاجسام المضادة بنسميها انهيبتور اوف هيموفيلية بعد ازنك هنبدأ ميتنج جديد تمام هو نفس اللينك اللي بعته قبلك تمام طيب تمام هو انا خلاص وفضل الشريحتين بس مفيش مشكلة نبدأ ميتنج جديد ممكن الانتيبوتور او بتحصل في 30% من حالات الهيموفيلية ايه وبتحصل في 5% من حالات الهيموفيلية بيه على حسب نسب الانتيبوتز الموجودة بنحدد الموضوع ايه لو الانتيبوتز نسبتها اقل من 5% و